لا تزال التحقيقات مستمرة داخل سجن رومي لمعرفة تفاصيل وكيفية إدخال 150 جراماً من المواد المتفجرة في ساندويش إلى السجين شرب الشاليطة وقد تم ضبط المواد المتفجرة عندما قامت عناصر القوى الأمنية بتفتيش الساندويش الذي وصل إلى شاليطة من خارج السجن وبحسب السجناء فأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مواد متفجرة في القسم باء في سجن رومي حيث يتواجد موقف فتح الإسلام وقد تم استجواب شاليطة من قبل قاد التحقيق العسكري سقر سقر وتم تفتيش زنزانته لمعرفة الطرف المقرر أن تذهب إليه هذه المتفجرات بعد شاليطة وما إذا كانت ستصل إلى موقف فتح الإسلام وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه بعد استحداث معدات جديدة للتفتيش داخل سجن رومي وفي خلال تفتيش أحد العناصر الأمنية لدى دخوله إلى السجن للالتحاق بعمله ضبط داخل ساندويشته كمية من مادة الكربير كان ينقلها لشخص من أل شاليطة أفاد العنصر الأمني خلال التحقيقات معه أن شاليطة طلب منه إحضار هذه المادة لاستعمالها لتسخين المياه في حين أن هذه المادة ممكن أن تتحول إلى مادة متفجرة بعد معالجتها يذكر أن شاليطة عين من قبل السجناء شاويشا على القسم الذي يتواجد فيه وهو مسجون بتهمة قتل صديقه الشاب رولانشبير منذ أكثر من سنة ورمى جثته قرب مستشفى الساندوي في جونيو شكرا شكرا شكرا